البذور المدى الأولى لإنجاح أي برنامج فلاحي حيث سجلت الجزائر قفزة نوعية في إنتاج بذور البطاطا ما يضمن لها تغطية السوق بـ 75% من منتوج البطاطا منتوج البطاطا لكلسة هذه اليوم سنحسبه بالتشور مع الفلاحين لكي نعرف الكمية المخزنة لا نجيبها من خارج كاين الابروديكسيون على مستوى الوطني وقادرين مننا عام عامين ثلاثة ما نجيبوش قعم الخارج نجب أن يكون تنظيم جيد على الأقل نحافظ على الفلاح بجيء خاصة في هذا الموسم ونشوف الأسعار المخافضة ونحافظ على مكتر البودور على مستوى الوطني وين وصلنا يعني البودور وينكفيها كفاءة مليعة وينكفيها بودور يعني مستعملة محليا وعطت نتائج مليعة تقليص الاستراد والاعتماد على المؤسسات الوطنية في إنتاج بذور البطاطا من شأنه ضمان الأمن الغذائي ببلادنا كنا نستوردوا حتى البطاطا اللي كنا ننكلوها اليوم الحمد لله رننا نهضروا على فايض وفيه برنامج لأخذ بعين الاعتبار الفايض سواء عن طريق التخزين أو خاصة عن طريق التحويل وطريق التصدير شعبة البطاطا من أهم الشعب الفلاحية حيث تم بفضل تضافر الجهود ودعم الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي شكرا